السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها أرى عدد من أسيسين من النموى في البرلمان أمام الدعوات الأوروبية لعودة البرلمان التونسي على شكلته قبل تجميد أعمالي في الخامس والعشرين من جوليا الماضي يعني الاتحاد الأوروبي اليوم هو مع عودة البرلمان التونسي برئاسة رجل الغنوشي بالنواب اللي هم مشاركين فيهم ولفما عدد منهم في السجن ولفما عدد آخر معناها تتعلق به عدة شبهات وقضايا إلى غير ذلك عبير موسي تعلق على هذا الأمر خاصة اللي يجي في ذل قلق كبير من عدة منظمات سواء تونسية أو دولية بشأن طول فترة الإجراءات الاستثنائية في البداية فضلا وليس أمرا كان أنت أول مرة تسمع فيها ما تنسيش تعمل اشتراك في القناة تتفعل الجرس بيش تصلكم الفيديوات اللا قادمة أمام تصريحات قيادات اتحاد الشغل بيانات المنظمة الشغيلة في حد ذاتها البيانات الرسمية اللي تقول وإنه الإجراءات الاستثنائية لأعلنها قاسس عيد يجب أن يكون لها سقف زمني بمعنى مانيش نقض إلى مالانيهية في هذه الإجراءات أيضا هناك منظمات دولية تضغط وتؤكد أنه لازم يتم عودة البرلمان كما البرلمان الأوروبي اللي طالب بعودة البرلمان وأكد دعمه لما سار الانتقال الديموقراطي في تونس منذ 2011 يعني صراحة أن اليوم بعد هالفترة هذي الكل أربعة أشهر تقريبا الاتحاد الأوروبي أحسن واختار أنه يدافع على منظومة ما بعد 2011 هذا الكل يعود إلى طول هالفترة الاستثنائية هذية لأنه في البداية كل الأطراف كانت تتابع عن بعض ماذا يحدث في تونس تنتظر من الرئيس قاسس عيد أنه يخطو خطوات جريئة إما بحل البرلمان وعودة النواب أو أنه يمضي في تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها خلينا نبدأ في ردود الفعل ونشوف مبعضنا عابير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحرد اللي دعت إلى تحديد سقف زمني أيضا للوضع الاستثنائي في البلاد دعت أيضا إلى حل البرلمان عابير موسي ضد عودة هذا البرلمان ويعني اعتبرت وأنه إجراء انتخابات سابقة لأوانها أمر ضروري للغاية في هذه الفترة ليتمكن الشعب من ممارسة سيادته هي ليست مع ابقاء البرلمان في حالة عطالة كما اليوم منذ أربعة أشهر ولكن مع حله بصفة رسمية والأعلن على ذلك لأنه هو توى في حالة جمود أو تجميد والذهب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها الحزب الدستوري الحر أصدر لائحة وطالب فيها يعني الرئيس التونسي قيس سعيد الذي وصفه برئيس السلطة القائمة يعني هو لفيد كل السلطات في الوقت الحاضر طلبه بأحداث آلية رقابة تكون محايدة ومستقلة على قرارات الحاكم وفتح باب التظلم طبق القانون بمعنى اللي فما عدة إجراءات أعلنهم قيس سعيد قد تكون غير قانونية وقيس سعيد لازم يحط لجنة أو هيئة رقابة تكون محايدة ما تكون اشتابعة إلى الرئيس الجمهورية وتكون هذه اللجنة بمثابة الطرف اللي يظلم له أي شخص آخر أو أي طرف آخر يعتبر أنه ظلمة أو تعرضة للظلم موقف يعني من عبير موسي نوعا ما يضع قيس سعيد في مسائلة وكأنه يعني اليوم هناك بالفعل تظلمات غير معناه مش واصلة لرئيس الجمهورية قيس سعيد الدستوري الحر أيضا يعني أصدر توجهات عامة وسياسات على السلطة الحالية أنها تعمل على تحقيقها من خلال الحكومة الجديدة برئيسة نجلة بودن من خلال أيضا ضبط الإجراءات والقرارات اللي من المنتظر اتخاذها لتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة كذلك أيضا دعا إلى الانتلاق الفوري في فتح ملف الإرهاب وترويج الخطاب التكفيري والفكر الظلامي المتطرف وملفات الاغتيالات والتسفير والجهاز السري وتفكيك منظومة الإرهاب في هذا الجزء تتحدث عبير موسي على الأخوان المسلمين في تونس تدعو مع هذه الإجراءات وتدعو هذه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات معينة في اتجاه فتح ملف الإرهاب ترويج الخطاب التكفيري والفكر الظلامي المتطرف منذ 2011 ملفات الاغتيالات شكري بالعيد محمد لبراهمي عدة شخصيات أخرى والتسفير الجهاز السري لحركة النهضة وتفكيك منظومة الإرهاب خلينا نحكيه على إجراءات 25 جوليا اللي بديت اليوم تفقد في جزء كبير من داعمها خلينا نقول ما زالت فما رضا شعبي على هذه القرارات ولكن هناك قلق دولي تغير في المواقف اليوم يخرج الاتحاد الأوروب يقول أنا أدعم منظومة 2011 والمسار الديمقراطي في تونس ألمانيا كيف كيف أمريكيا كيف كيف فهذا قد يجرنا إلى استنتاج بفشل منظومة 25 جوليا أو إجراءات 25 جوليا في حال فشلت إجراءات 25 جوليا شنوه اللي يصير هذا بالمؤكد سيعود بالويبال على تونس وأكبر ويبال هو عودة الغنوش إلى البرلمان وعودة البرلمان على شكلته بتغيراته بالمعارك الإيديولوجية اللي كانت فيه بشي عود يرجع ويكمل بقية العهدى حتى يستوفي خمسة سنوات متاحه نواب أيضا نواب قلب تونس نواب اتلاف الكرامة يعني مع كل التكتولات اللي صايرة في المجلس واللي كان رئيس الجمهورية يحكي عليها انتع فلوس انتع عطيني قدش تعطيني قدش نعطيك من صوت باش نعدي لك مشروع القانون أو إلى غير ذلك وهناك اليوم من يروج إلى أن عودة البرلمان بهذه الشكلة الغنوشي والنهضة وقلب تونس واتلاف الكرامة وكل المتغيرات الأخرى في البرلمان وكأنه انتصار إلى الديمقراطية هناك تحذير كبير اليوم من أنه يعني الترويج لهذه الصورة هي إساءة لإجراءة 25 جويل ما على رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم هو أنه يتخذ موقف واضح وصريح نلقى وأنه قيس سعيد في الساعات الماضية مخذيش موقف علني من هذه التصريحات الأوروبية خاصة يعني اللي جيت بعد انعقاد البرلمان الأوروبي جيت أيضا بعد مكلمة هاتفية مع جوزيب بوريل الممثل للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي اللي أحكام معه قيس سعيد وقاله راو النهضة قادة غالط وفما المظاهرات اللي تخرج لك راهب الفلوس تترى أعطاه لمحة كبيرة على الوضع وعطاه زادا مبررات الأعلانة على إجراءات 25 جوليا ومع ذلك بسبب الاحتجاجات اللي خارجت ضد الرئيس قيس سعيد في عدة مناسبات الاتحاد الأوروبي وإنه تجميع السلطات غير نافع في تونس تجميع السلطات في رئيس الجمهورية ودعا صراحة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في تونس منذ 2011 وعودة البرلمان والعودة إلى المسار الدستوري يعني العودة إلى دستور 2014 وإعادة تفعيله وهذا يقودنا إلى عدة صعوبات قد تكون نهاية أو فشل إجراءات 25 جوليا وفشل رئيس الجمهورية فحذري من هذه المواقف الدولية وكذلك الداخلية ترجمة نانسي قنقر